أوقاتكم بخير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المباشرة من قناة العيون وفي عنوين اليوم ضمن عنوين نشرة للليلة جلالة الملك يظهر عدة مشاريع منجزة في إطار برامج إعادة تأهيل وتتمين المدينة العاتقالفاس وأشرف كذلك على إعطاء الانطلاق لعدد هام من المشاريع التنموية كما نتابع أيضا زيارة أعضاء لجنة الصداقة المغربية الفرنسية عن مجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة الداخل وفي الشأن الرياضي من قليميم رالي الدولي لسباق السيارات أهلا بكم وإلى التفاصيل نستهل نشرة هذه الليلة من النشاط الملكي حيث وبفاس قام صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله اليوم الاثنين بالزيارة مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برامج إعادة تأهيل وتتمين المدينة العاتقالفاس وأشرف جلالته بالمناسبة على إعطاء انطلاقة أشغال ترميم متحف البطحاء وبناء متحف للثقافة اليهودية تفاصيل أكثر رفقة محمد المصطفى خي تنسجم هذه المشاريع التي قام جلالة الملك بزيارتها ويطلقها مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك الرمية للمحافظة على التراث الوطني بكافة أشكاله التعبيرية وحمايته لفائدة الأجيال الصعيدة وكذا في طال الجهود المبذولة قد ظنهد بشعاع الحادرة الألفية لفاس التي شكلت عبر العصور نموذجا للتعايش بين الحضارات والثقافات كما تترجم إرادة راسخة لجلالة الملك لضمان تنمية مستدامة ومسؤولة لسياحة ذات جودة وقيمة مضافة بشرية وثقافية وكذا تحسين جودة حياة الساكنة والمحافظة على الطباع الحضاري والمعماري وتثمين التراث المادي واللمادي للعاصمة الروحية للمملكة وهكذا قام جلالة الملك بزيارة حمام السفارين الذي تم ترميمه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغلاف مالي إجمالي يبلغ 9 مليون درهم فاصل 6 وفندق السطاونين الذي تطلبت أشغال إعادة تأهله استثمارات بقيمة 50 مليون درهم ممولة في طال شركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال برنامج حساب تحدي الألفية المغرب بمساهمة تناهز 50% من الميزانية والتي مكنت من تحويل الفندق إلى مركز للإبتكار وتبادل الأفكار المرتبطة بمهن الحياكة كما قام جلالة الملك بزيارة مشروع تهيئة مركب الصناعة التقليدية والتنشيط بساحة للا يدونة ذي التكلفة المالية البالغة 333 مليون درهم ممولة في طال نفس الشراكة والتي سهم في حساب تحدي الألفية بحوالي 150 مليون درهم وقد هم هذا المشروع عادة إهيل 11 بنايات التقليدية وبناء سبعة أخرى جديدة وكذلك تهيئة وادي الجواهر والفضاءات الخارجية بالإضافة إلى ترميم قنطرة بين المدن التاريخية ومن ضمن 18 بنايات التي يتضمنها المركب واحد فقط لم يتم استكمالها حيث يرتقب أن تكون جاهزة في نهاية الشهر الجارية ويرجع التأخر المسجل إلى بعض الاستكشافات الأركيولوجية وأشرف جلالة الملك بعد ذلك على إطاني انطلاقة أشغال ترميم متحف البطحة بقيمة مالية تقدر بـ 15 مليون درهم فاصل 6 وبناء متحف للثقافة اليهودية بحي فاس الجديد بعشرة ملايين درهم والمشروعان الذين يجسدان إرادة جلالة الملك الثابتة للحفاظ على الطابع المعماري للمدينة العتيقة لفاس والعناية الخاصة التي يوليها أمير المؤمنين للتراث الثقافي والروحي للطائفة اليهودية المغربية وعزم جلالته الراسخ على الحفاظ على ثراء وتلوع مكونات الهوية المغربية وقد تم استكمال مشروعين مندرجين في طارها البرنامج وتعلق الأمر بمركز التراث والمعلومات للا يدون سالفة الذكر ومركز باب المحروق من جهة أخرى يوجد 32 مشروعا قيد الإنجاز من ضمن 12 مشروعا تهم سقايات تقليدية بغلاف مالي يبلغ 97 مليون درهم ودائما في طالع تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة لفاس وتحسين ظروف عيش ساكينة هناك برنامج لتهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للمجالات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة لفاس كلها توجد في طور الإنجاز وقد تم إطلاق أشغال تهيئة مرآبي باب الكيسة وبين المدن بينما مشاريع تهيئة مواقف السيارات بباب بوجلود وسيد بنافع وباب الجديد وعين إزليطن توجد في طور إرساء السفقات فيما توجد ملفات طلبات العروض الخاصة بتهيئة مرآبي باب الحمرى وواد أزحون في طور الإعداد وتؤكد المشاريع التي زارها أو أطلقها جلالة ملك اليوم مرة أخرى عزم جلالته على الصهر على تعزيز دينامية التنمية التي تعرف المدن العتيقة بمختلف مدن المملكة وتدعم جاذبيتها السياحية والثقافية وإنعاش التراث الحضري والإنساني فضلا عن تحسين مداخل الصناع التقليديين وتنمية الاقتصاد الاجتماعية وقد احتشد الألاف من سكان المدينة العتيقة لفاس بهذه المناسبة على طول المصاري المؤدية للمواقع التي زارها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حافظه الله للتعبير عن آيات إخلاصهم وولائهم لجلالته وعميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل بلجيكا الملك فليب وذلك بمناسبة عيد ميلاده وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته للعاهل البلجيكي بموفور الصحة والسعادة ومما جاء في برقية جلالة الملك وبهذه المناسبة أجدد لكم وكذلك جميع أفراد أسرتكم الملكية التعبير عن صداقة وتقدير الكبير في موضوع آخر وفي إطار الزيارة التي يقوم بها أعضاء لجنة الصداقة الفرنسية المغربية عن مجلس الشيوخ الفرنسي لجهة الدخل ودي الدهب انعقدت لقاءات تواصلية بكل من مقر ولاية الجهة ومقر مجلس الجهة همت في مجمالها موضوعي الأمن والتنمية روبرتاج العالي حميميد ومحمد مولود من لا يخاف استسباب الأمن بجهة الدخل وادي ذهب ودوره في ضمان تحقيق التنمية والجهود المبذولة لمحاربة الهجرة غير الشرعية نقاط تمحور حول هذا اللقاء الذي حضره أعضاء من لجنة الصداقة الفرنسية المغربية لمجلس الشيوخ الفرنسي بمقر ولاية الجهة اللقاء ترأسه عامل إقليم أوسرد ويتوخى من الإمارضة اللثام عن المغالطات التي يروج لها قصوم الوحدة الترابية بخصوص الوضع الأمني هي زيارة جد مهمة نطلعنا خلال على واقع التنمية وجهود المغرب في هذا المجال ما لاحظناه عموما خلال هذه الزيارة المغرب أعطى عناية فائقة لهذه المنطقة على كافة المستويات إخترنا أن تكون الزيارة إلى الأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم الداخل وكان الموضوع الذي اختير هو الزيارة والاطلاع عن قرب ما تحقق من الجانب الاقتصادي والاجتماعي في هذه الأقاليم وكذلك الجانب الأمني والدور الذي يقوم به المغرب في استثباب الأمن بالنسبة لدول الجوار وعلى هامش هذه الزيارة احتضنت قاعة الاشتماعات بمجلس الجهة اشتماعا تميز بتقديم شروحات موضعاتية وعروض مفصلة حول أفاق الاستثمار الواعدة بالمنطقة والمؤهلات الطبيعية التي تكفل لها النجاح كان لقاء مذمر أولا أنتم تعلمون بأن المغرب له علاقات جد وطيدة مع فرنسا وبالتالي هذه الزيارة تدخل بإطار التشاوف بإطار التعاون المثمر ما بين الدولتين الزيارة للأقاليم الجنوبية لها أهمية خاصة أولا هذه الأصدقاء زيارتهم للأقاليم الجنوبية هي من أجل أولا للطلاع على أهم المشاريع التي تعرفوا هذه المنطقة أهم البرامج تنموية الملاحظة الميدانية على أرض الواقع وخصوص متى هذه الجولة التي تقوم بها لجنة الصداق الفرنسية المغربية لمجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة الداخل بزيارة ميدانية اطلع من خلالها الوفد على أهم المنجزات والأوراش التنموية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة كما شكلت هذه الزيارة فرصة للإطلاع عن كذب على مشاريع يديرها مقاولين شباب من أبناء المنطقة كالتعاونية الفلاحية أجيدة يخلد اليوم الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير الذكرى الواحدة والستين لاسترجاع طرفايا إلى الوطن الأم وبهذه المناسبة احتضنت طرفايا اليوم عدد من الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى الوطنية الحفل تقدمه عامل الإقليم مرفوقا بالمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وعدد من الشخصيات روبرتاج لعياد السرتي والصالح الرقيبي تحية العالم الوطني أولى مرسيم الاحتفال بالذكرى الواحدة والستين لاسترجاع مدينة الطرفايا إلى الوطن الأم هي محطة تاريخية وضاءة في مصاري الكفاح الوطني من أجل نيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية مهرجان الخطابي أقيم بالمناسبة استحضر المبادئ العليا وقيم النضال ذودا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية هذه المحطة التاريخية جديرة بالوقوف عندها في وقتها ومؤيدها لاستحضار الدروس والعبار والاستلهام القيم والمعاني والموت العليا ومكارم الأخلاق التي تحلى بها الجيل والرعيل للمقاومين وأعضاء جيش التحرير للمجاهدين والمناضلين والوطنيين الذين أعطوا أسدى وضحوا من أجل تحقيق استكمال الاستقلال الوطني والوحدة الترابية نحتفل بذكرى استرجاع طرفها إلى أحضان الوطن للتذكير بالبطولات التي قدمها أباؤنا واستحضار تضحياتهم الجليلة التي قدمها في سبيل استقلال الوطن وكذلك لتلقين الدروس والعبار للأجيال الحاضرة والمستقبلية صونا للذاكرة الوطنية والذكرى مناسبة للاعتراف بالجميل وتكريم من ضحوا بالغالي والنفيس واسترخصوا دماءهم في سبيل النضال من أجل استكمال الاستقلال ودفاعا عن عزة وكرامة الوطن عائلة شرف كبير والوالد بهذا التجويد جاب بمناسبة عمال جليلة ومقاومة اللي قام بها والدنا ونحن إن شاء الله كأبناء هذه الأسرة نمشوا على هذا النهج على النهج المقاومة ونمشوا على النهج والدنا اللي قام بها سنوات طويلة والمقاومين يعتزوا اليوم بتكريم واحد مبناء المقاومة البارين اللي هو الخديم البشير كيف اللي يكرمنا كاملين على اليوم المقاومين الطرفاء نين يكرم البشير بهذا التكريم كيف اللي يتكرمنا كاملين والحمد لله هذا التكريم الحمد لله هو من فضل المولانا ميسكو ختام هذه الاحتفالية الوطنية تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى جلالة الملك والترحم على أرواح شهداء الوحدة والاستقلال قبل زيارة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير جمعويا واحتفاء منها باليوم العربي لليتيم نظمت جمعية الأنصار لتنمية المرأة احتفاليتها السنوية الثانية بهذا الحدث بسبغته الاجتماعية تظاهرة اجتمل برنامج فقارتها على عديد العروض والمبادرات التضامنية سنعود لهذا الموضوع في المواضيع القادمة وفي موضوع آخر دائما في الشأن الاجتماعي نظمت جمعية وآمة للمرأة المغربية يبدو أن الموضوع لم يجهز بعد في موضوع آخر وببجدور وفي الشأن التربوي اختتمت فعاليات برنامج عطلة ورياضة المنظم بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبة الصحراء لكرة القدم حفل الاختتام تضمن تنظيم عدد من الفقارات نتعرف عليها رفقة عياد السرتي ومحمد شارة حوالي 640 مستفيدا من أبناء الإقليم كانوا على موعد مع برنامج عطلة ورياضة المنظم بشراكة ما بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبة الصحراء لكرة القدم هو برنامج غني ومتنويع الفقارات بأهداف تربوية وتكوينية يستهدف فئات عمرية محددة نظامات المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة ببوشدور المخيم الحضاري الرابعي وذلك بكل من المراكز التالية مركز دار الشباب التنمية بحمولة 280 مستفيد المركز سوريا دي القرب بحمولة 216 والمركز دي القاعة المغطات اللي يحتاضن واحد مجموعة دي الأطفال 208 يعني العدد المستفيدين هو 640 تقريبا متراوحة أعمارهما بين 7 و 15 سنة كان هناك تكوين بمثابة دروس نظرية وتطبيقية والاستفادوا منها مجموعة من الأطر من خيرة سباب الأقليم والحمد لله للمكوينين أعطاوهم بعض الشروحات في هذا المجال هي تظاهرة تربوية في سبغة الرياضية تروم استثمار وقت الفئات المستهدفة بعيدا عن أجواء الأسرة والمدرسة وتمكينهم من عطلة مفيدة وهادئة في الشأن الديني أصدر السطار على أنشطات وفعاليات الدورة الخامسة من المتقد والي للفكر الصوفي عند شيخ ماء العينين التدهور التي تنظمها مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والطراث توجت أنشطتها بزيارات ميدانية لعديد المراكز العلمية والروحية المشعة بعمق إقليم الشتوكة أتباه روبرتاج لحافظ محضار ومحمد مصطفى خية وجمال الخصاصي إلى عمقية تكوشة التي تحتضن ضريحة ومقام الشيخ والعلمة سيد أحمد بن عبد الرحمن أحد علامي ورموزي التصوف يختتم المشاركون في فعالية المتقد والي للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين سلسلة زياراتهم الميدانية لعديد الصروح الدينية والروحية بمجالي سوس زيارة لسلة الأرحام والتواصل بين العديدين والتأكيد على الأدوار العلمية والتاريخية والجهادية التي اطلعت بها هذه الزوايا في عديد المحطات نحن في محضر هذا الحرم الشيخ العلمة سيد الحاج أحمد بن عبد الرحمن التكوشتي الآخذ علوم الشريعة والحقيقة عن الشيخ سيد الحاج الحبيب البشواري سيد الحاج محمد الحبيب البشواري رضي الله عنه ومنه إلى الشيخ ماء العينين رضي الله تعالى وأرضاه باعتباره سنداً أساسياً في العلم والمعرفة بالله تعالى واليوم منطقة التكوشت كلها تحتفل باستضافة هذه التلة الخيرة من علماء العالم وصوفية العالم الذين حجوا تلبية لنداء ساداتنا أبناء علامة الزمان الشيخ ماء العينين رضي الله تعالى وأرضاه الزاوية لك هنا أنا الزاوية ناصرة بدأت القرن الخامس الهجري خامس الهجري صاحب هذا المقام سيد إبراهيم محمد الضاريفي التكوشت تلميذ زيال الشيخ سيد أحمد محمد بن ناصر في القرن العاشر الهجري اليوم الحمد لله تجددها هذه الزاوية بفضل الله وبفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وعلاوة على إحياء الصلاة والروابط بين أتباعي ومريدي مراكزي وزوايا التصوف في عمق مجالي سوس تشكل هذه الزيارات الميدانية فرصة لإحياء بعض الطرق والعادات الاجتماعية والثقافية التي تبرز مكانة ودور هذه الصروح الدينية والروحية والعلمية منذ دبرته الأولى اختار هذا الملتقى أن يكون منفتحا على كل مكونات المجتمع المغربي في السنوات الماضية كانت وجهتنا الأقالمون الجنوبية وهذه السنة اخترنا أن نتواصل مع أحبتنا على مستوى سوس لنبرز العلاقات المتينة التي جمعت دوما أهل سوس مع أهل الصحراء على مر العصور ولكن أيضا هذه السنة وبحضور 35 دولة من مختلف القارات نبين من وجهة أخرى على أن الوسطية والمالكية وإمارة أمن المؤمنين اكتسبت العالمية في الفتاحها على عمقها الإفريقي وفي دبلوماسيتها الدينية على مستوى باقي دول العالم وهذا دليل على أنه بالتسامح وبالوسطية يمكن للتصوف والطرق والزوايا أن تلتحم مع الحكومات ومع المسؤولين من أجل رسم سياسة دينية تحمي شبابنا من التطرف تحميه من الانحراف زيارة ميدانية تحيي سلات ووشائج متذرة في الذاكرة وتؤكد مكانة ووزن هذه المعاقلة الروحية والعلمية التي اطلعت بأدوار رائدة تاريخيا في صون الموروث الروحي والديني والجهادي مراكز مشعة ثقافيا وعلميا يعتبر المنتقى السنوي للفكر الروحي عند الشيخ ملعينين محطة لنفض الغبار عنها وتسليط الضوء على أدوارها ومكانتها التاريخية وفي الشأن الديني دائما أحيت اللجنة التحضيرية لتعاونية زاوية أحمد ودمحيمد عن قبيلة الأنصار ولا التدرارين فاخددات منتقها الأول الديني والثقافي والسياحي المنطقة احتضنته منطقة حفرة أحمد بنفوذ جامعة الجريفية القروية بإقليم بوجدور وعرف تنظيم عدد هام من الفقرات نتعرف عليها رفقة محمد المصطفى خية والصالح الرقيبي ينظم الملتقى الديني الأول الثقافي والسياحي لزاوية أحمد ودمحيمد عن قبيلة الأنصار ولا التدرارين فاخددات تحت شعار اليد في اليد إلى الأبد وهي تظاهرة دينية احتضنتها منطقة حفرة أحمد بنفوذ جامعة الجريفية القروية بالجنوب الشرقي لإقليم بوجدور تظاهرة تميزت في كلمة الافتتاحية بالإشارة الهداف النبيلة التي ترومها الجهة المنظمة والمتمثلة في إحياء سلطة الرحم بين ساكنة المنطقة وتشجيع التواصل وتبادل الأفكار والخبرات على كافة المستويات هو ملتقى يعني عنه من أجل سلطة الرحم من أجل تغارب وشاركت فيها جميع القبائل الصحراوية وكان ناجح الحمد لله بجميع مواصفاته لأن هذه الزاوية هي من زوايا إقليم بوجدور وهي يعني عنه في منطقة التي هي فيها ثروة نباتية وثروة حيوانية الثروة النباتية هي الترفاس والثروة الحيوانية هي الإبل وكان الحمد لله جاءت المشاركة كان ناجح وكان الحمد لله من خلال برنامج وكان فيها كلمة بالنسبة لباسم الملتغى وكان فيه برغية ولا مرفوع إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس صراح الله تظاهرة دينية تميزت بتنظيم قراءة قرآنية وتوزيع الجوائز على مختلف الفائزين في كافة المسابقات المنظمة على هامشيهات التظاهرة والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام وكان بالنسبة لنا في جدول أعمال بعد بالنسبة لهذا الملتغى قمنا مع عملية تشجير محاربة التصحر وعملية نظافة وكان الحمد لله في المستوى المطلوب والحمد لله نسخة الأولة كانت الحمد لله ناجحة ونتمنى الحمد لله التوفيق للجميع وفي ختام فعاليات المتقديني الأول الثقافي والسياحي لزاوية أحمد ولمحيم عن قبيلة نصارون التدريين فخض لدالسة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة باسم الجهة المنظمة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وضمن فعالية المتقد دولي للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين التي احتضنت مدينة أغادير زخم كبير من عروضه وأنشطته التي صهرت على تنظيمها مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والتراث جرى أحياء أمسية في المديح النبوي شريف بمشاركة مجموعة من الفرق والمجموعات المديحية التي تختص في هذا اللون أمسية بحضور ضيوف وزوار هذا المنطقة من كبار علماء وزوار هذا المنطقة أجلاء ودكاتر وأكاديميين ومشايخ وممثلي الطرق الصوفية والمدارس العتقة من داخل وخارج أرض الوطن أمسية دينية تغنت بجليل خلق ومكارم الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام جمعوياً واحتفاء منها باليوم العربي لليتيم نظمت جمعية الأنصار للتنمية المرأة احتفاليتها السنوية الثانية بهذا الحدث بسبغته الاجتماعية تظاهر اجتملت برنامج فقاراتها على عديد العروض والمبادرات التضامنية روبرتاج لحافظ محضار ومحمد مصطفى خي وعبد الرحيم حاج فرحة تشايدنا شعار اختارته جمعية الأنصار لتنمية المرأة لفعالية نسختي الثانية من احتفاليتها السنوية باليوم العربي لليتيم مبادرة تشكل التفاتة بحمولة قيم إنسانية والجماعية فضلة تجاه شريحة في أمس الحاجة إلى مبادرات تضامنية من هذا القبيل تنسيها ولو لرحظات عوزها الاجتماعي هدايا رمزية ومساعدات عينية استحضرتها الجهة المنظمة خلال هذه الاحتفالية حرمنا مجموعة من الياثامة لفوق عشرين قدمنا لهم مجموعة من المساعدات البيسة وأفرشة ستصل لهم إن شاء الله إلى ماكن سكناهم وزعنا محافظ وكتب استعداداً يحتفظوا بها إن شاء الله الموسم المقبل عدرنا لهم زيارات لمنازلهم رفعنا من معنوياتهم حاولنا ما أمكن ندخلوا الفرحة على قلوبهم ونتمنى إن شاء الله يأخذ اليتيم اهتمام أكبر الرسالة من خلال هذا الحفل هو تقريب صورة ديال هذا الطفل اليتيم من مجموعة ديال الداعمين ومجموعة ديال المحسينين واجبنا وهمنا اليوم هو أننا إسعاد هذه الأطفال لتكبدنا هذا العناء الجميل وهذا الشغب الجميل من أجل إسعاده وفرحة هذا الطفل اليتيم اليوم اخترنا شعار من فرحتهم تسعدنا وفعلاً نحن ماضون من أجل فرحتهم ماضون من أجل إسعادهم برنامج هذه الاحتفالية برمزيتها ودلالتها الإنسانية اجتمل على فقرات وعروض فنية وتنشيطية قدمت للحاضرين رسمت لحظات استمتاع من خلال لوحات إبداعية من تقديم برعمات وبرعم انخرطوا في الاحتفالية كما تتوصل بمدينة طرفايا فعالية النسخة التاسعة من تظاهرة الرشاقة لجميع النساء المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لرياضات الوتيرية ورشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة أنشطة اليوم الثاني عرفت حضور عامل الإقليم مرفوقاً بوفد رسمي ضم منتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية روبرتاج في الموضوع لمحمد أسند والمحجوب كزيزة تخليداً للذكر الواحدة وستين لاسترجاع مدينة الطرفايا يرتعى الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوتيرية والرشاقة البدنية تكريم ضيف هذه الدورة الإعلامي المقتدر محمد بن ددوش كأحد رموز إذاعة الطرفايا في السبعينيات كما تم تكريم عدد من الفاعلين المساهمين في إنجاح النسخ السابقة من تظاهرة الرشاقة لجميع النساء فأنا كنت سعيد جداً وأنني تحدثت عن هذه التجربة وفي الواقع الشكر كله كان للأخت سلمة التي حملتنا على جناح سلامة إلى هذه الأرض هذه أماكن تبعث في نفسي يعني الاعتزاز لأنهم مروا من هنا رجال وإعلاميين مثلكم قاموا بدور ريادي في تعريفه بالقضية الصحراوية هذه التفاتة كريمة منهم لأنه بفضل مولانا كنتان اللي استدعيتهم من ذي المنطقة الجاوة وفي الحقيقة بنت نتيجتها وما يجد عليك عنها مطسط ياسم البطالة داخل النساء أو للشباب لما عندهم مستويات ثقافية ذكية وهذا اللي شجعني نتعامل معه مكتب ومن باحة قصر البلدية أعطى عامل إقليم الطرفايا انطلاق تمسيرة المشي الرياضي التي تقدمتها السيدة سلمة بناني رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوتيرية والرشاقة البدنية مسيرة شاركت فيها مجموعة كبيرة من نساء طرفايا قادتهم عبر شوارع المدينة إلى الملعب الرياضي حيث استفدنا من شروحات في القواعد السليمة للمشي الرياضي وقمنا بحركات الرياضية بإشراف مدربة معتمدة ليقوم بعد ذلك الدكتور نبيل العياشي الأخ الصائف التغذية بعرض تحسيسي حول مخاطر السمنة وتقديم نصائح وتوجيهات لتغذية سليمة وصحية الهدف هو في التخصص والجانب الغذائي وعلاقته بالسمنة كما تعرفون أن مشكلة السمنة للأسف منتشر بشكل كبير ويعتبر معيار من معايير الجمال بالنسبة لمرأة الصحراوية وحتى بالنسبة للرجل الصحراوي فالتدخل كان بالنسبة لمرأة و بالنسبة للرجل كذلك لكي نوعيه بمخاطر السمنة وخصوصا فيما يتعلق بعض الأمور ليه صبحات منتشرة كذلك ليه غير صحية نهائيا كان المشي الرياضي اللي كان ديروه في الخارج دي المدينة وكان ديروه أنا شخصيا برد زي المحلي باش كان قلوه النساء بنام كلهم يديروه المشي وهو مشي هي مسيرة مشي خضراء شعارها التضامن والأخوة والصداقة وكان هديو هرمونات الساعد اللي كانت تفرضو في الأخير أخواتنا نساء مخيمة تندوف باش يرجعوا للوطن كنت دهورة زوينة وبنسبة لنا يعني استفدنا منها بساف بنسبة للحركات الرياضة النظام الغدائي و يعني استفدنا منها لأحد درجة كبيرة وحتى التوعية تعلمنا ياسم المسائل خصوصا عن الرياضة أهميتها أهميتها الجسم والرشاقة خصوصا الرشاقة وعند الثقافة الحسانية عنها السمنة هي أهم يغير رينا عن السمنة مذر ياسر الجسم وستفدنا أعطانه ياسم المعلومات على التنظيم الغدائي تظاهرة الرشاقة لجمع النساء في نسختها التاسعة كانت حبلة برسائل التوعية لنساء طرفاية حول مخاطر السمنة وضرورة الانخراط في الانشطة الرياضية واتباع نظام غذائي سليم وعلى هامش النسخة التاسعة من تظاهرة الرشاقة لجميع النساء شهدت قاعة العروض ببلدية طرفاية عرضا فنيا للكوميديا المقتدر ميلودا شقيق الشهير بطاطا ميلودا رفقة العازف طارق شواش عرض ساخر حمل في طياته الكثير من النصائح والحكم التي راكمت الفنان عبر سنوات داخل وخارج أرض الوطن وكانت موجهة أساسا لنساء والشباب الحاضرة أنا فرحانة اليوم اللي أنا معاكم ووحداكم وهذه الحلم ديالي باش نجي لطرفاية قدمت لكم رسالات رسالات على محاربة الأمية وعلى الريادة البدنية ركشفتي وعلى كلش كلش وعلى النجاح هي ضيفة شرف ديالة الدورة هذه وهي قبلت أنها تحمل المشعل ديال المحاربة السمنة معنا لأنها هي برسة بالسين ديالة كتمرس ريادة وكتآمن ممارسة الريادة للحفظ على الرشقة البدنية والدينية ديالها والعرض ديالها دياليوم هدرات على هدرات على أدرس على الحياة ديالها أدرس على محاربة الأمية وأدرس أيضا على محاربة السمنة وممارسة الرياضة كان أعتقد بأنه كل إعلامي كل فنان يعني اللي عنده صلاة مع المجتمع المدني يكون فرحان أنه يجي للمناطق الجنوبية خاصة المدينة الطرفاية اللي كانت كذلك كانت تحتافل بالذكرة الحادية والستين لإسترجاع مدينة الطرفاية التظاهرة جميلة خاصة أنها مجهة للمرأة والرشاقة خاصة المرأة الصحراوية تبعنا بأنه هناك حضور وازين للإعلاميين للفنانين إلى الجماعة الترابية بالطيحة التي بلغها المشاركون في الرالي الدولي لحاق الرمال لحاق يعرض مشاركة عديد الأصناف من العربات الميكانيكية في سباق للتحدي والمتعاء والمغامرة روبرتاج لحافظ محضار ومحمد مصطفى خياء وعبد الرحيم حج مرحلة ثانية من لحاق الرمال تصل منطقة الشاط إلى بيض بقليم قليمين بجماعة بطيحة تابعة لقليم الطنطان على مسافة تصل إلى المائتين وثمانية عشر كيلومترا قطعها المشاركون في لحاق التحدي هذا الذي يعد فرصة لهؤلاء المغامرين لاكتشاف جاذبية وسحر هذه الربوع الجنوبية والإسمتاعي بمتعة المنافسة رغم صعوبة المسال كاللحاق الذي كان قد انطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري من مدينة أقادير يمتد على ثمانية محطات جنوبية يطلع المشاركون فيها لقطع ثلاثة آلاف كيلومترا في منافسات شعارها التحدي والمغامرة أقادير هي بلد المغادرة وزرنا الطنطان والشاطئ الأبيض كلها مناطق جذابة وجميلة المغرب بلد جميلة زرنا سابقا مدينة وجدة وزرنا أيضا مناطق أخرى على صعيد المغرب هو رالي ممتاز نشارك فيه بعد مرات عدة مدت وهذه السنة مشاركتنا متميزة ونطمح للتواصل مع الساكنة المحلية والإطلاع على مؤهلة المغرب المنطقة جميلة والمغرب بلد جميل بأكمله نطمح لزيارته مرات عدة خلال السنوات القادمة الرالي لحد الآن ناجح ومرنا بعدد من المناطق والمغرب بلد جميل ويستحق الزيارة لمرات عدة أغادير وكذا الشاطئ الأبيض والطنطان مناطق جميلة تستحق الزيارة زرنا هذا المكان مرات عدة مدت وسنزره قادما هذا اللحاق الدولي الذي يعرف مشاركة عددين كبيرين من عشاق رياضات التحمل من القارة الأوروبية يعد محطة سنوية لاختبار قدرات هؤلاء المشاركين في هذا النوع من سباقات المغامرة خاصة بهذا المحيط الصحراوي الذي يعد مجالاً مثالياً لهذا الصنف من المنافسات منافسات تتيح للمشاركين فرصة لاكتشاف قدرات ومؤهلة المنطقة التي يخصص أبناءها استقبلاً يلق بحجم ووزن هذه المنافسات التي تستأثر بالاهتمام بالنظر للطابع التشويق والإثارة التي توافق ما راح لها أحبب الضيوف من كل دولة اللي هما قرب 40 دولة من الدول الأوروبية حانين بهم وعلى حفظ الترات اللي عندنا في الجماعة وعلى الأمن اللي هم هم وعلى استقبالهم كضيوف وعلى مسائل اللي هي مثلاً نبغو نعرضه ونبغو الناس تطالع عليها عندنا في الجماعة كنقوش وكمثلاً جهزة لرحالة وهي صيفة الجماعة مثلاً وهذا كامل تحت الرعاية المولوية ونفتخره بذنوع اللي ذا هو ونبغو المزيد من ذا الحال اللي ذا هو وجاهزين لهم وجودين له بعد قليميم والطنطان يستمروا لحاق الذي يشمل العديد من المناطق الجنوبية التي تعد محطات سنوية رئيسية للمشاركين في هذه المنافسات جديد الصحف الوطنية الصادرة اليوم غدنا الثلاثة في قراءة للمصطفى محمد خيا نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الثلاثة من يومية المساء وكتبت الدعاءة وزير الشعوري الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا جنوب إفريقيا لعمل مع المغرب على انبثاق نموذج جديد للتعاون الإفريقي والتخلص من مأزق جبتي البوليساريو وأضافت المساء بأن بوريطا قال في حديث الأسبوعية من جنوب إفريقيا أنه وبدلا من الاستمرار في طريق مسدود ينبغي على المغرب وجنوب إفريقيا العمل سويا من أجل تطوير نموذج للتعاون الإفريقي والتعاون جنوب جنوب كما ذكر بوريطا بالدعم الذي قدمه المغرب لكفاح الشعب الجنوبي الإفريقي وارتباطا بذات الموضوع كتبت صحيفة رسالة الأمة عرب ناصر بوريطا وزير الشعوري الخارجية والتعاون الدولي عن أسفه لقرار جنوب إفريقيا باستضافة مؤتمر لدعم البوليساريو وذلك يومين 25 وال 26 من مارس الماضي في مقر وزارة العلاقة الدولية وقال أن هذا المؤتمر الذي جرى تنظيمه بمواضرة من جمعة تلمية إفريقيا الجنوبية يسير ضد مصاري المسلسل الأممي الرامي لجال حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مشددا على أن جنوب إفريقيا كعضو في المنتظم الدولي يتعين أن تساعد في هذا السياق من خلال الحياد الدروري صحيفة برلمان كومالالكترونية كتبت عقدت لجاة صداقة البرلمانية الفرنسية المغربية والتي يرأس عبد سمد قيوح النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين صباح اليوم الاثنين الخامس عشر من أبريل الجاري سلسلة من اللقاءات بمقر ولاية جهة الدخل والذهب ومقر المجلس الجهوي تم خلال طلاع على الوراشي التي أطلقها المغرب في مجال التنمية خاصة برنامج التنمية الجهوية في إطار الجهوية الموسعة وأشار الخطاطين جاء إلى أن جهة الدخل والذهب تتوفر على كل المؤهلات التي تجعل منها جهة واعدة للاستثمار مشيدا بالدور الريادي الذي يلعبه العائدون لأرض الوطن في الدفع بعجلة النمو والمساهمة الفعالة في مسيرة البناء مبرزا الحضورة الفرنسية بالداخلة من خلال غرفة التجارة والصناعة الفرنسية وكذا المدرسة الفرنسية أوديت دو بيكودو صور نهاية النشرة نقترح عليكم الليلة من منطقة حفرة الخبيب نفوذ جماعة الجريفية القروية بإقليم بوشدور الصور بكاميرا الزميلة سالح رقيبي وتوضيب نجية بوشلقة موسيقى عن سن تنهز 77 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم رقيبي ولد علي مولود ولد براهيم والذنظور المرحوم ينتمي لقابلة زريقين الشوكا رحم الله الفقيد وأسكنه فسح جنته وألهم دويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون أما اللحظة فننتقل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس موسيقى حيث سيظل الطقس حارا نسبيا على العموم بداخل أقاليمين الجنوبية ودرجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط تسعة وعشرون درجة تلاتون درجة بالعيون وخمسة وعشرون درجة ببوشدور وواحد وعشرون درجة بالداخل موسيقى سبعة وثلاثون درجة بقلت الزمور وثمانية وثلاثون درجة بأومدريغا موسيقى أما حالة البحر على الساحل الأطلسي ما بين طنطان وبوشدور فمن المرتقب أن يكون قليل الهيجان إلى هائج موسيقى طلوع الشمس بإذن الله سيكون على الساعة السابعة واثنين وثلاثون دقيقة والغروب على الساعة الثامنة وثلاثة عشر دقيقة موسيقى درجة الحرارة لبعض المناطق المجاورة لبلادنا خمسة وثلاثون بنواكشوت واربعة وثلاثون درجة بكل منتيندوف ونواديبو وتسعة وثلاثون درجة بباماكو موسيقى وإلى ما نفسته مضامين هذه النشرة إليكم أبرز عنوينها موسيقى تابعنا ضمن عنوين نشرتنا لهذه الليلة جلالة الملك يظهر عدة مشاريع منجزة في إطار برامج أعادة تأهيل وتتمين المدينة العتقى لفاس وأشرف كذلك على إعطاء الانطلاق لعدد هامل من المشاريع موسيقى كما تابعنا أيضا زيارة أعضاء لجنة الصداقة المغربية الفرنسية عن مجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة الداخل وفي الشأن الغياضي أيضا تابعنا من جليميم رالي دولي لسباق السيارات ختم النشرة إلى اللقاء